مرحبا بكم في درس المستوى الرابع للقسمة فما الذي يجعل القسمة بالمستوى الرابع أكثر صعوبة من القسمة بالمستوى الثالث هو بدلا من قسمة عدد من عدة أرقام على عدد من رقم واحد سنقوم بالقسمة على عدد من رقمين لذلك دعونا نبدأ مع بعض المسائل التدريبية دعونا نبدأ بأمثلة بسيطة نسبيا مسائل المستوى الرابع التي ستشاهدها ستكون أصعب بقليل لكن دعوني أقول أن لدي 6250 تقسيم 25 أفضل طريقة لتفكير في هذا يمكنك القول لدي 25 وهل 6 تقسم على 25؟ حسنا لا بكل وضوح 6 أصغر من 25 إذن لا تقسم عليها ثم أسأل نفسي إذا كانت 6 لا تقبل القسمة على 25 بالتالي هل تقسم 62 على 25؟ بالتأكيد 62 أكبر من 25 فهي تقبل القسمة عليها حسنا دعونا نفكر في ذلك 25 ضرب 1 يساوي 25 25 ضرب 2 يساوي 50 إذن يمكن قسمتها على 2 على الأقل 25 ضرب 3 يساوي 75 هذا أكثر مما ينبغي إذن نعود إلى 2 في الواقع لا يوجد وسيلة ميكانيكية تمكننا من الوصول إلى هذا فنحتاج إلى التفكير حسنا كم ناتج 62 تقسيم 25؟ في بعض الأحيان قد يكون الجواب خاطئ وربما أضع ثلاثة هنا وبالتالي لن أقول ثلاثة ضرب 25 حتى أصل على 75 ليكون الناتج أكبر لذا ألجأ إلى تغييره إلى 2 وبالمثل إذا كنت قد وضعت 1 وقمت بضرب 1 ضرب 25 وعندما أطرح سيكون الفرق الذي أحصل عليه أكبر من 25 وبذلك أكون قد عرفت أن 1 صغير جدا فيجب أن أزيده إلى 2 أمل أنني لم أركبكم كثيرا أريدكم فقط أن تعرفوا أنه ينبغي عليكم أن لا تكونوا متوترين ويمكنكم أن تقوموا بهذه الخطوة بالتجربة والتخمين مقابل الخطأ والإجابة الصحيحة على أي حال 62 تقسيم 25 هي 2 2 ضرب 5 يساوي 10 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 ونعلم أن 25 ضرب 2 يساوي 50 ثم نطرح 2 ناقص 0 يساوي 2 6 ناقص 5 يساوي 1 الآن ننزل الخمسة هنا ويكون الباقي مسألة قسمة من المستوى الثالث والآن علينا أن نسأل أنفسنا كم ناتج 125 تقسيم 25 حسنا الطريقة التي أفكر بها هي 100 تقسيم 25 يساوي 4 إذا ناتج 125 على 25 سيكون أكبر أي أنه سيساوي 5 إذا لم تكن متأكدا يمكنك أن تجرب الأربعة ومن ثم سترى أن لديك عدد باقي كبير وإذا كنت حاولت الستة فسوف ترى أنه سيكون ناتجها أكبر من 125 إذا لا يمكنك استخدام الستة حسنا إذا قلنا 125 تقسيم 25 يساوي 5 5 ضرب 5 يساوي 25 باليد 2 5 ضرب 2 يساوي 10 زائد 2 يساوي 12 إذا 125 ناقص 125 يساوي 0 ثم نأتي بهذا الصفر إلى أسفل وصفر تقسيم 25 يساوي 0 صفر ضرب 25 يساوي 0 والباقي 0 هكذا رأينا أن 6250 تقسيم 25 يساوي 250 دعونا نحل مسألة أخرى لنفترض أنه كان لدي واسمحوا لي أن أختار عددا مميزا لنفترض أنه 15 فكم ناتج قسمة 2265 تقسيم 15 حسنا نحن فقط سنفعل نفس ما قمنا في المثال السابق نقول هل 2 تقسم على 15 طبعا لا هل 22 تقبل القسم على 15 بالتأكيد 22 تقسيم 15 يساوي 1 ولاحظوا أني كتبت 1 فوق 22 ولكن 22 تقسيم 15 يساوي 1 1 ضرب 15 يساوي 15 لدينا 22 ناقص 15 نقوم باستلاف الواحد فتصبح هنا واحد وهنا 12 12 ناقص 5 يساوي 7 1 ناقص 1 يساوي 0 22 ناقص 15 يساوي 7 ننزل الستة حسنا كم ناتج 70 تقسيم 15 مرة أخرى ليس هناك وسيلة ميكانيكية للقيام بذلك لكن يمكنك التقدير بلمح البصر 15 ضرب 2 يساوي 30 15 ضرب 4 يساوي 60 15 ضرب 5 يساوي 75 وهذا الناتج قريب لنقول إذن 76 تقسيم 15 يساوي 5 وإذا ضربنا 5 ضرب 5 يساوي 25 بليد 2 5 ضرب 1 يساوي 1 زائد 7 يساوي أو آسف هنا 2 وليس 7 5 ضرب 1 يساوي 5 زائد 2 يساوي 7 الآن سنطرح 6 ناقص 5 أو 6 نسبعون ناقص 5 يساوي 1 ننزل الخمسة حسنا 15 على 15 يساوي 1 1 ضرب 15 يساوي 15 عندما نطرح يكون الناتج صفر إذن 265 تقسيم 15 يساوي 151 فكر في ما نفعله الآن ولماذا يعد أصعب قليل من القسمة على عدد بمنزلة واحدة لأن عليك التفكير فيها حسنا ما ننتج قسمة العدد الكبير على عدد من منزلتين إذا كنت لا تعرف جداول الضرب للأعداد من منزلتين فلا تقلق فالكثير لا يعرفون عليك في هذه الحالة القيام بالتخمين في بعض الأحيان يمكنك أن تنظر إلى العدد الأول وتقدر ولكن في بعض الأحيان يمكنك اتباع اسلوب المحاولة والخطأ قد تكون التجربة الأولى خاطئة في بعض الأحيان دعونا نحو المسألة أخرى سأختار أعداد بطريقة عشوائية أعتقد أنكم فهمتم ما قمنا به ولكن لنفترض كم ناتج خمسة آلاف وتسعمائة وثمان وسبعون تقسيم سبعون وستون لقد اخترت هذه الأعداد بطريقة عشوائية لأريكم أنني أحيانا أستخدم التخمين في معرفة ناتج القسمة إذن خمسة تقسيم سبعون وستون يساوي صفر وأيضا تسعون وخمسون تقسيم سبعون وستون يساوي صفر لنرى كم ناتجه خمسمائة وسبعون وتسعون تقسيم سبعون وستون هنا سبعون وستون هي تقريبا سبعون وخمسمائة وسبعون وتسعون تقريبا ستمائة إذن سبعون ضرب تسع يساوي ستمائة وثلاثون لأن سبع ضرب تسع يساوي ثلاث وستون علي أن أقوم بالتقريب تلقائيا هنا سأضع احتمال القسمة على ثمانية ربما أكون مخطئا ويمكنك أن تتحقق دائما ولكن يجب أن نتأكد من هذه الخطوة ثمانية ضرب سبعة يساوي ست وخمسون ثمانية ضرب ستة يساوي ثمان واربعون زائد خمسة يساوي ثلاث وخمسون سبعة ناقص ستة يساوي واحد تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة خمسة ناقص خمسة يساوي صفر واحد وستون هذا جيد إذن لأنني إذا حصلت على عدد أكبر من سبع وستون سيكون اختياري للثمانية خاطئ هذا يعني أن العدد هذا لم يكن كبيرا بالدرجة الكافية ولكن هنا حصلت على عدد جيد لأن خمسمائة وستون وثلاثون أقل من خمسمائة وسبعة وتسعون وهو أقل من سبع وستون لذلك فعلت هذه العملية الآن ننزل الثمانية هذا يمكن أن يكون مخاذع بعض الشيء ومرة أخرى لدينا تقريبا سبعون ولدينا أيضا ستمائة وعشرون تقريبا ربما تقسم على تسعة حسنا ندعونا نفعل محاولة تسعة ضرب سبعة يساوي ثلاث وستون تسعة ضرب ستة يساوي أربع وخمسون زائد ستة يساوي ستون هذا جيد إذن إنها تقسم على تسعة لأن ستمائة وثلاثة أقل من ستمائة وثمانية عشر ثمانية نقص ثلاثة يساوي خمسة واحد نقص صفر يساوي واحد ستة نقص ستة يساوي صفر إذن لدينا الباقي خمسة عشر وهو أصغر من سبع وستون ولا أريد تعليمكم الأعداد العشرية الآن لذلك سنحتفظ بهذا الباقي وما يمكن قوله هنا هو أن خمسة ألاف وتسعمائة وثمان وسبعون تقسيم سبع وستون يساوي تسع وثمانون أي أننا نحصل على ناتج تسع وثمانون والباقي خمسة عشر أتمنى أنكم الآن تستطيعون القيام بعمليات الضرب من المستوى الرابع وحدكم استمتعوا بوقتكم